فضل الشيخ أنا سأدخل معك بعد قليل إن شاء الله لكن بعد سؤاله الثاني في مواضيع أظن أن المسلم اليوم وهو يخالط غير المسلمين يحتاج إلى معرفة إجابة عليها خاصة فيما يتعلق بهذه المصالح لكن له سؤال ثاني في آية في الأهمية يقول ما رأي شيخنا في اعتبار بعض المفكرين المعاصرين الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه رائدا في التفكير المصلحي المقيد للنصوص كمنعه المسلمين من الزواج بالفارسيات إثر الفتوحات خوفا من الكساد في القزيرة أنا سأذكر هذه القضية لأن كثيرا من الناس يتحدثون عنها ثم أعود إلى هذا المثال نعم هذا فيه كثير من المبالغة فإن كان الحديث عن عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعده أي بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام وانتقاله إلى الرفيق الأعلى فالأولى أن يمثل لذلك بأبي بكر الصديق في حروب الردة نعم فإنه عليه الصلاة والسلام مع ما كان من طائفة فإنه رضوان الله تعالى عليه مع ما كان من موقف طائفة من صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم وفيهم عمر بن الخطاب اتخذ موقفا حازما تجاه أولئك الذين ارتدوا عن هذا الدين وحاربهم حتى أعادهم إلى هذا الدين هذا هو من المواقف التي كان ينبغي أن يستشهد بها بداية حرب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه للمرتدين فلا أعرف لماذا يتطرح هذا المثال ثم جمعه للقرآن أيضا لكن أين تقييده للنص؟ لا نحن نعمل يعني الجواب هنا لأنه ليس هنا تقييد للنص وإنما هو إعمال للنص أعمل اجتهاده في تطبيق هذا النص مراعاة لمصلحة أعظم وهي حفل حوزة هذا الدين ومنع التنقص منه بخروج هؤلاء المرتدين ومعما كان عليه حال كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الاعتراض على هذا أيضا لأسباب ومصالح وجيهة كانوا يتوخونها إلا أن إصراره وحزمه في هذه القضية ثم موافقتهم له بعد ذلك أثبت بعد نظر الصديق رضوان الله تعالى عليه وكذا الحال في حادثة جمع المصحف بعد حروب الردة وبعدما قتل كثير من القراء واستشهد كثير من القراء ومن حفظة الوحي رضوان الله تعالى عليهم فإن عمر بن الخطاب اقترح عليه أن يجمع المصحف واستشار أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سائر الصحابة فتبين له رشد هذا الرأي فأخذ به وعمل به لننتقل الآن إلى عمر بن الخطاب نعم لا ريب أن الفاروق رضوان الله تعالى عليه كان ثاقب البصر كان يرى بنور الله عز وجل كان شديد الخوف من الله تبارك وتعالى عميق الفقه في دين الله عز وجل ولذلك فإنه أعمل اجتهاده وأعمل نظره اجتهادا في طائفة من الأحكام الشرعية ولا يقال بأنه عطلها لكن أيضا لا أعرف سر هذه الانتقائية نعم ألم يكن عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه هو الذي جلد شارب الخمر ثمانين نعم جلده بإجماع كتاب السياري وعلماء الفقه والشريعة أنه هو الذي فعل ذلك فلما لا يذكر هذا المثال كم كان النصيب المقدر كانوا يعني الروايات تشير لأنهم كانوا يضربونه بالنعال والقريد وما تحصل لديهم ثم ضرب شارب بلد شارب الخمر أربعين ثم قال عمر بن الخطاب أرى أنه إذا سكر هدى وإذا هدى قذف فيحد ثمانين فأجمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك فلا أعرف لماذا لا يذكر هذا المثال المواقف التي تذكر عن عمر بن ثم الفتوحات الإسلامية وتوسيع رقعة الدولة الإسلامية ومحاربة فارس المجوسية في ذلك الوقت وبلاد الروم الكتابية في ذلك الوقت لتوسيع رقعة بلاد المسلمين وإيصال هذه الدعوة إلى الناس كافة أيضا لا أعرف لماذا لا يستشهد بها لسيما في واقعنا المعاصر اليوم أو مع كثير ممن يحتجون باجتهادات عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه في غير سياقاتها الصحيحة وهنا آتي إلى هذا المثال الخاص ولم يمنع المسلمين من الزواج بالفارسيات للعلّة المذكورة في السؤال خطأا وهو لأجل كساد في الجزيرة لا هو منع المسلمين من الزواج بالكتابيات حينما كانوا في غزواتهم فمنعهم لا سيما القدوات منهم والرؤساء والأمراء وقالة الجند أيضا فهما ثاقبا لمراعاة مصالح عموم نساء المسلمات سواء كنا من نساء الجزيرة أو كنا خارج الجزيرة العربية ما فعله أيضا مما يذكر كثيرا في عام الرمادة إن ثبت لأن بعض المحدثين يضعفون هذه الرواية هو أيضا ليس من باب تعطيل النص وإنما هو من باب درء حينما لم يقم الحد على السارق فإنه إنما كان لأجل المجاعة والحدود تدرأ بالشبهات إعمالا لنص آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم فلم يفعل ذلك في مقابل اعتراضا على النص في مقابل النص وإنما فعل الذي فعله اجتهادا في النص من روح هذه الشريعة وكذا الحال حينما منع بعض المؤلفة قلوبهم من الزكاة فإنه فهم أيضا أن ذلك إنما كان في عهد في وقت كان الإسلام فيه ضعيفا وكان بحاجة إلى تأليف هؤلاء أما اليوم فقد ذكر بنفسه أصبح الإسلام عزيزا وقد بزل فلا حاجة إلى تأليف هؤلاء ولهذا فإن أخذ بمثل هذه الاجتهادات وأعملها في المقابل لم يفهم أحد من الصحابة ولا ممن جاء بعد عمر بن خطاب أن الفاروق رضي الله عنه ألغى هذه الأحكام الشرعية فعمر بن عبد العزيز رضوان الله تعالى عليه سار أيضا سيرة جده الفاروق رضوان الله تعالى عليه حينما أعمل اجتهاده فأجرى في وقته للمؤلفة قلوبهم مراعاة لمصالح شرعية لها اعتبارها أيضا إذن هذه نماذج من سيرة عمر بن الخطاب كلها تشهد على ما تقدم من أن مراعاة المصالح واستخراج هذه المصالح والبحث فيها والنظر فيها وإعمالها في الأحكام الشرعية إنما يستدعي كل الضوابط والشروط المتقدمة أما أن يقال بانتقائية تنتقى بعض هذه الأمثلة دون بعض أيضا للأسف الشديد ثم يخرج منها بعد ذلك إلى القول بتاريخية النص وبتحكيم المصلحة في مقابل النص فهذا مما لم يقل به أحد من علماء هذه الشريعة وهو في الحقيقة سلاخ من هذا الدين ومن الشريعة وضوابطها بل ومن المنهج العلمي السليم لأن المنهج العلمي السليم يقوم حتى في دراسة هذه الاجتهادات العمرية دراسة واعية توازن بين كل هذه المواقف وتنظر أيضا في النصوص الشرعية التي اعتمد عليها عمر رضوان الله تعالى عليه وغيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن هناك نماذج كثيرة أيضا حصلت في عهده كعدم تقسيم أراضي العراق فإنه أوقفها سواد العراق أوقفها وراع في ذلك مصلحة ذرية المسلمين التي تأتي من بعد الأجيال اللاحقة فلم يقسم هذه الغنائم لم يقسم هذه الأراضي وإنما تركها لذرار المسلمين من بعد الفاتحين فهناك جملة من الاجتهادات كلها لا بد من النظر فيها في إطارها أيضا جيد وهذا الموضوع بنفسه يحتاج إلى توسعة كبيرة جدا إذن ليس هناك تعطيلا وليس هناك تقييدا نعم إنما هناك إعمال للمصلحة وفق الضوابط التي حددتها إعمال لسائر أيضا النصوص الشرعية كل هذه إنما كانت فيها نصوص شرعية ثبتت في أدلة أخرى غير الدليل الذي يذكرونه وهو قطعا أيضا مراعاة للمصالح الشرعية لكن هذه المصالح مصالح شرعية معتبرة مصالح معتبرة شرعا تحققت فيها ضوابط المصلحة كما تحققت في القائل بها المجتهد فيها شروط الاجتهاد طيب بما أن أثرنا هذا العنوان لا نريد أن نطيل فيه أيضا يعني الإطالة من قبلكم الآن أنتم تقدرون المصلحة منع الزواج من الكتابيات طبعا ورد هناك نص بإباحته أليس هذا تقييدا للنص بالمنع هذا يعني تقييد لمباح مراعاة لمصلحة مراعاة لمصلحة أرجح وهذا هو الذي تقدم في شروط المصلحة المعتبرة شرعا أو في ضوابط المصلحة المعتبرة شرعا ألا تعارض ما هو أرجح منها وفق تلك الضبعا طيب